قال لنا من حرم وارثا من ارثيه حرم الله عز وجل عليه مراثه من الجنة كلام واضح من حرم اخد بالك وارثا من ارثيه حرم الله عز وجل عليه مراثه من الجنة مين فينا ارضى يا أستاذ أحمد ان يحرم المراثه في الجنة مين فينا والله في ناس مش حاسبها كده يا لا لازم احسبها كده يا أستاذ أحمد لازم تحسب حاجات كده جدا من ناس بحسبها غلط لازم الشديد يعني ده المراس في الجنة ايه واذا رأيت ثم رأيت نعيما ها وملكا كبيرة يعني هتاخد ملكا عظيم جدا فانت تحرم اخوك ليه ولا تحرم اختك ليه من المراس اخدت الفلوس دي ايه اخدت الفلوس دي انا اخدتها وبعد فترة كده الفلوس لعبت معي اكتر وبتاع بقى معي فلوس كتير وبتدي بقى تصدق وفتكر ربنا بقى وابتدي اطلع ايه للناس الغلابة والفؤر وبتاع بس برضو اللي انا واخد حقهم مدت لهمش حقهم ولا اي حاجة لا قيمة لهذا العمل ربنا من حرم وارثا من ارثيه حرم الله عز وجل عليه مراتهم من الجنة خد بالك الناس اللي بيحرموا اخواتهم المراس دول عندنا في الفلحين او في الصعيد اللي بدي البنت اسوأ حاجة واللي بيحرم اخته بالمراس والاب اللي بيحرم ابنه من المراس يا أحمد او بيحرم بنته من المراس ده هذا آسم شرعا حرم الله عز وجل شرعا يعني كلمة انا هحرمك من المراس لو ما سمعتش لو ما تجوزتش بنت عمك ملكش جنيه عندي هحرمك من المراس هذا هذا حرام هذا حرام ولا يجوز للاب ان يفعل هذا